سليمان وهدان يكشف مفاجأة عن قرار مجلس إدارة الزمالك بعد تأييد حبس مرتضى منصور كشف النائب سليمان وهدان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك وضع نادي الزمالك عقب تأييد حبس المستشار مرتضى منصور وأشاره وهدان خلال اتصال هاتفي ببرنامج الحكاية المزاع عبر فضائية MBC مصر مساء الاثنين إلا أنه تم تكليفه بإدارة النادي عقب المحنة ولكن بعض الأعضاء طلبوا بتأجيل اتخاذ القرار لحين اجتماع المجلس بأكمله لا يفتن إلى أنه ضد أن يكون هناك تصويت لشخص ضد الآخر بسبب أن هذه المرحلة ليست مرحلة انكسامات وقال أن موقف النادي صعب في الدور والبطولة مضيفا لو اختاروا أي حد اشتغل معه وخدام لنادي الزمالك حبا في النادي لا يفتن إلى أنه لم يحضر اجتماع المجلس بسبب وجوده خارج القاهرة منوها بأن المجلس سيختار من يسير الأعمال داخل النادي لحين خروج مرتضى منصور من السجن